عايز ابدألك بحتة مهمة او فيه ناس كتير او معاها انت بصلي سنة واقعة وبيصرف لس في الهيافة مش عارف ايه مش عارف ايه اللي هيحصله من جراء هذه السنة المفقودة والاية المشكلة في النقطتين دايما هو الموجه لنفسيات معظم الناس ويمكن احنا بقى يمكن في التخصصات تانية برضو بنعمل كده الحاجة الاولينية هو ان الاحساس ان الموضوع هيبقى لمو هياخد وقت فممكن يبقى كسل او خوف الحاجة التانية ان هو يبقى شاف experience او شاف خبرة من حد تاني مش كويسة او سمع كلام من الناس بتحسسوا ان الموضوع بسيط او هو حاول ان هو يشوف الويكيبيديا والحاجات اللي بيحاول دايما كنا بنحاول انه بص على جوجل يقول لك جوجلت فتلاقي ان هو هداز انه ان المشكلة دي ممكن تقدي لمشاكل في الهضم المشاكل في الهضم يعني ممكن ناس كتيرة جدا عايز اقول لك ابتدت ان هي تتخس وتبقى تلعب رياضة ومش عارف ايه والكلام دي كله مجرد ان ابتدت سنانه كان الاول سنانه والخلفية دي مش موجودة وهو مش مهتم بيها شكل الوش اكبر سنة كتير جدا هضم وحش جدا ابيز وتخين ومش عارف يبقى حاسس ان هو مبسوط ليه لان هو مش عارف يأكل حاجات الالياف والحاجات المزبوطة والحاجات الهلسي علشان اللايف ستايل كله بادي من الفم بيت الداء على رأي رسول الله السلام على قول رسول الله السلام ان بيت الداء هو الفم المعدة بيت الداء المعدة بيت الداء بس طبعا كله يعني يعني حاسبه من قدم له قائمات ان يوقف له عضو ده طبعا يعني فلما بنيجي نتكلم احنا جنرل ابتدينا ان احنا يعني مرة واحدة كده مدخلين اتنين تكنولوجيا في الزراعة مع بعض علشان نحسن تحت الناس نوصلها يعني للالتيمت زي ما بيقول اول حاجة حراكة ابتديت يمكن بموضوع الاندماج العظمي او الاستيو انتجريشن واول واحد فعلا عملها هو برانا مارك واحسن ده كان دكتور عظام بيحاول ان هو كان يعني معاقر شين فكان والده غاني جدا فكان بيحاول يعني عنده كاميرا لما جوم يعملوله كاميرا ده محرك مثلا كده بتيجي تعمل حاجة دهب يعني مثلا اللي بيعمله عربية دهب فهو عمل الكاميرا من التايتينيوم التايتينيوم ده كان يعني بيستخدم قبل البلاتينيوم كان هو دهب لبيض بتعزمان طيب كان التايتينيوم ده الحاجة ايه قبل البلاتينيوم كويس هو داركر شوية عن البلاتينيوم وبرضه عنصر من العناصر الخاملة الندرة في اعلى الكيميكل متل تشين ف